مرحبا بكم بعنوان جديد بين علم النفس وبين طروق تعلم اللغة الإنجليزية لكن اليوم راح نتحدث على فد موضوع اسمه The Psychology of Daily Routine علم النفس ما وراء الروتين اليومي أو ما هي دلالات علم النفس للروتين اليومي هل الروتين اليومي شي سيء لو شي مسيء هذي مقالة من كتاب أنصحكم جدا تطلعون عليها اسم الكتاب 101 essays that will change the way you think هذي المقالة يتحدث الكاتم عن The Psychology of Daily Routine ديقول بالبداية The most successful people in history the ones many refer to as geniuses in their fields masters of their crafts had one thing in common other than talent most adhere to rigid and specific routines فاليوم راح نختصر الأفكار اللي خاصة بهذه الجزء من هذه المقالة راح نتحدث عن أفكار مخطوئة في الروتين اليومي وهل الروتين اليومي جيد أم غير جيد وهل هو يغير نمط تفكيرك اللا واعي هذه المقالة يختصر الكاتب العناوين الرئيسية اللي يحتاج تركز عليهم بالأقوال التالية Your habits create your mood and your mood is a filter through which you experience your life Psychologist Robert Thayer argues that moods are created by our habitualness how much we sleep how frequently we move and what we think how often we think it and so on the point is that it's not one thought that throws us into a tizzy it's the pattern of continually experiencing that thought that compounds its effect and makes it seem valid النقطة الثانية اللي يركز عليها في مجال the psychology of daily routine هي التالية You must learn to let your conscious decisions dictate your day not your fears or impulses بعيدا عن النزعات أو القرارات السريعة You have to make your conscious decisions لازم تخلي قراراتك الواعية هي اللي تتحكم في روتينك اليومي نقطة رقم الثلاثة المهمة Happiness is not how many things you do but how well you do them هذا اللحظة دائما بالنسبة للمتعلمين هو أنه يحاول يقتني أكبر عدد ممكن من الوسائل التعليمية هذا يعني لحد معين ممكن يكون مبرر justifiable لكن هل هذا يعني أنه اقتنائك لكثير من الأجهزة الحديثة وكثير من الكتب وكثير من المواد السمعية راح تخليك تتمكن من تعلم اللغة الإنجليزية مو بالضرورة إي يعتمد بالأساس على جودة استخدامك لأحد هذه الأدوات لتطوير مهارتك أكثر من تعددهم النقطة رقم أربعة when you regulate your daily actions you deactivate your fight or flight because you are no longer confronting the unknown this is why people have such a difficult time with change and why people who are constant to their habits experience so much joy simply their fear instincts are turned off long enough for them to actually enjoy something نقطة رقم خمسة مهمة جدا خليني قراها as children routine gives us feeling of safety as adults it gives us a feeling for purpose من إحنا كنا أطفال فالروتين اللي كنا نسويه هو حتى ينطينا الأمان على أنه إحنا في ديمهم على شي معين لكن إذا أنت بالغ فالروتين اللي تسويه هو لغرض معين for purpose لكن دائما الأجانب يقولون اسأل نفسك السؤال are you maintaining or progressing انت دا تديم الحالة اللي انت فيها لو دا تتقدم نقطة رقم ستة you feel content because routine consistently reaffirms a decision you already made الروتين اللي انت دا تنفذها رح يخليك تشعر بالقناعة لأنه عقلك بطريقة غير وعية رح يطمن على أنه انت دا تديم شيء انت دا تسعة حتى تحققه هذا نتحدث عنه في مجال تعلم اللغة الإنجليزية نقطة رقم سبعة as your body self-regulate routine becomes the pathway to flow أهم نقطة من الروتين اللي إحنا دا نسويه هو flow أنه يصير عندنا consistency على ديمومه على شي معين يعني أنا في فترة من هالفترات بديت أنتج مجموعة فيديوهات تعليمية لكن ما أشوف عدد كبير من الناس دا يتابعوه فصار عندي إحباط وهذا الإحباط تحول إلى اكتئاب وبديت أفكر هل أنا استحق أنه أقدم مادة تعليمية بديت أرجع أقرأ أرجع أفكاري أريد أتأكد أنه هل هاي النقاط اللي أنا دا أطرحها هل هي نقاط جدلية هل هي نقاط مفيدة بمرور الوقت بديت أطور الآلية اللي أقدم بها المحتوى لكن يحتاج صبر يحتاج flow حتى توصل إلى مرحلة consistency نقطة ثمانية اللي هي كلش مهمة إذا أنت مدت تديم حالة الروتين على فد مشروع معين راح يتسلل إلك الخوف وراح تبدي يعني تتردد في إنجاز قرارات معينة خاصة في مجال تعلمك اليومي واللي ما راح ينتج من عنده flow لازم تتأكد أنه هذا عندك واصل مرحلة flow من خلال الديمو لازم تكسر هذه الحاجز أنه أوكي أنا اليوم راح أجل الدرس اليوم راح أخلي على باتشر اليوم راح أكتبها وممكن ما أنفذها لا حاول ولو تتبع قاعدة واحد بالمية أنه تنفذ واحد بالمية وهذا صار عدي في فترة الدكتورة أنه أنا ما أعدي يوم إذا ما أكتب صفحة حتى لو نص صفحة حتى لو كلمة وحدة مجرد أنه أعدل على صفحة إنهم ما أترك الموضوع حتى ما يصير انقطاع وdisconnection فبصورة عامة A lack of routine is just a breeding ground for perpetual procrastination It gives us gaps and spaces in which our subconscious minds can say Well, you can take a break now When in fact you have a deadline But if you are used to taking a break at that point in time You'll allow it simply because you always do وهذا طبعا مقتبس من كتاب اسمه The Psychology of Optimal Experience in 2008 حقيقة أردت أتحدث عن جانب عقل اللاوعي في موضوع الروتين وكيف أنه أنت تقدر تستغله لتطوير لغتك الإنجليزية حاول تتبع فتنمط معين بسيط جداً بسط النمط لتعقده حتى يكون سهل التنفيذ وخاصة في مجال الاستماع والقراءة والمحادثة أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم تحدثنا بي عن The Psychology of Daily Routine رب يحفظكم مدرب لغوليد خالد ترجمة نانسي قنقر